اشتركوا في القناة 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 وهبتدي بقى ايه? اه احدد بقى الاجزاء اللي انا هشتغل عليها دي. وابتدي ايه? زي ما حضراتك شايفين امشتها بالليفة بتاعة المطبخ. الليفة بتاعة المطبخ هي اللي ايه? هي اللي انا همشت بها زي ما حضراتكو شايفين كده. بدهن. وبعد ما بدتها باعنا باخد المربع ده كله او الجزئية دي كلها عشان خطر برضو حضراتكو ايه? يعني تاخدوا بالكم. وبالليفة الخشنة بتاعة المطبخ بمشت بالشكل اللي انتو شايفينه ده. تمام? يعني كل كل جزء همشته في اتجاه مختلف عن التاني بحيس ان الشكل ما يبقاش معاه منتظم وشكله ايه? اه زي بعضه او او منحسش بفرق في الايه? في الاشكال. فهنمشت مسلا ده بالعرض واللي بعدي هنمشته مسلا بشكل سامبوكسة او او مايل زي ما حضراتكو هتشوفوا دلوقتي كده اهو هيبقى مايل ناحية اليمين مسلا. واللي بعده مسلا هيبقى اه اه مايل ناحية الشمال او اه اه او جايب الطول يعني هيبقى الاشكال مختلفة. تمام كده? انا طبعا بحاول اختصر في الفيديو علشان خاطر حضراتكم ما تملوشون بهم الفكرة ايه? توصل لكم. تمام? بعد ما بخلص الاربع اجزاء اللي انا حددتهم دول بسيب بسيبه من شافه طبعا كويس. يعني في خلال ربع ساعة هيكون نشفه يعني انا مش شغل مروحة طبعا مفيش تلات دقايق او خمس دقايق بيكون الايه? الورنيش او الشكل اللي انا خلصته جف معي. طب خلص الشكل وهو ونشف وشلت اللزق من من جنبه وايه? وهلزق لزق جديد. طبعا اللزق اللي هيتحط معايا ده مش هيتشال الا ما خلص الايه? الفيديو. يعني الجزء اللي خلص ده وتلزق عليه اللزق. مش هيتشال اللزق من عليه الا ما الفيديو يخلص ان شاء الله ونخلص الجنب ايه? الجنب كله. آآ لزقت على اللي خلص وبحدد اجزاء جديدة علشان خطر اشتغل فيها. تمام? حددت الجزء اللي في النص ده وها مش شطو. وحددت الجزء اللي ناحية الشمال. تمام? وجزء اللي ناحية اليمين. وهيتبقى معايا جزء اين? هيبقى ليهم ايه? مرحلة تانية. زي ما حضراتكم شايفين اهو. دي الاجزاء اللي اتحددت. تمام? وهناخد الجزء اللي فوق ده برضو. نشيل اللزق. اهو نشيل اللزق ونحدد بقى. هناخد الجزء اللي فوق. والجزء اللي ناحية اليمين. تمام? باخد الجزء اللي فوق ده وبعد كده باخد الجزء اللي ناحية اليمين وبتبقى معايا الجزء اللي ناحية الشمال باخده في مرحلة لوحده. تمام كده. طبعا لو حضراتكم لاحظين ان الورنيش وهو طاري لسه اه بيبقى لونه فاتح. هتلاحظوا معايا في المربع الاخير ده حتى. الورنيش بيبقى لونه فاتح بعد ايه? اه قبل ما بينشاف. ولما بينشاف بياخد ايه الشكل بتاعه اللي حضراتكم شايفين هو. لو بتلاحظوا بصوا كده. فطبعا الورنيش عشان اكريلك فلما بينشاف بيغمق. زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا انا خلصت كده وشلت اللازق بتاعي. بعد ما الجدار بيجف. بجيب بقى الدوكو. الدهان الدوكو. المط اللي هو اه صباغة نارية من الصباغات او الطلاقات النارية. تمام? وده برضو طلاق ناري ابيض من نفس الخامة من نفس النوع. بس ده لونه ابيض وده لونه اورنج او برتقاني. تمام? باخد شوية من الاورنج. طبعا هو اورنج فاتح شوية. يعني وكنت جايب برتقاني بس انا ايه? فتحته بشوية ابيض يعني عشان ينور معي. وبجيب بقى السكينة الخامسة وعشرين بتاعتي او السكينة العشرين. وببتدي اظلل من جنب حرف السكينة كده على الحدود بتاعة آآ الاجزاء اللي انا آآ ما شطتها. زي ما حضراتكم شايفين كده. بامشي بالمسدس. وبعمل آآ آآ ضي كده خفيف. باللون الايه? البرتقالي. طبعا آآ استعمال المسدس بيكون افضل في الشغل ده لان الشغل ده بيبقى حساس شوية. لان في طبعا الناس هتسألني تقول لي ينفع بعلبة لسبرية. طبعا علبة لسبرية ممكن تنفع مع حضرك بس علبة لسبرية بتفرش وبتعفر. فانا ما برجحش ان حضرتك بعد ما تعمل شغل جميل زي كده وتتعب فيه. تيجي ايه مبهدله بعلبة لسبرية وتزعل عليه. فالافضل طبعا مسدس الرش آآ ان احنا نشتغل به آآ علشان نعمل آآ حاجة كويسة. تمام كده? او زي ما حضراتكم شايفين ابتدى الشكل يظهر معانا بالجمال ده. نتمنى طبعا انه astonゆke جميل يعني. اهو. بعد كده بجيب بقى اه الابيض. بغير البوية اللي في المسدس. بجيب الابيض. وبابتدي قدي يعني تغبيرة خفيفة جدا في اول آآ الخط. يعني ما بغطيش الارنج يعني ما غطيش اللون البرط Landesregierung دي مش بغطيه. انا بس باخد قبليه كده خط ابيض عشان يباينolu ان فيه نور في المنطقة دي خارج. كويس كده. زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. اهو. طبعا انا بحاول اختصر علشان خاطر ايه? يعني الفيديو ما يطولش ايه? وحضراتكم ما تملوش من الايه? من الفيديو. زي ما احنا شايفين ابتدى الشكل يبان معانا واخر اه جزئية ان هزللها. طبعا ايه ازا اعجبكم الفيديو ما تنسوش اه تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا عندنا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوكم غريب محمد.